تصدرت محافظة ميسان المشهد العراقي بعد سلسلة الأحداث الأمنية وإعلان حالة الإندار القصوى الأمر الذي دفع خبراء الأمن إلى الإجماع على أن ميسان محافظة ساقطة أمنية إجماع تبلور بعد تدهور الأمني المتسارع وسلسلة الاغتيالات الأخيرة التي حدثت في ميسان أبرزها مقتل القاضي في مجال مكافعة المخدرات أحمد فيصل الساعدي ورأد الشرطة والقيادي في ميليشيا العصائم حسام لعلياوي انهيار أمني أجبر حكومة الكاظم على إرسال وفد أمني برئاسة وزير الداخلية الحالي عثمان الغانم إلى ميسان في محاولة لبص الأمن وسط تشكيك من سكان المحافظة بنجاح الإجراءات الأمنية مؤكدين أن ما يجري في ميسان من اغتيالات متبادلة هو في حقيقته تصفية لحسابات بين الأحزاب والميليشيات المهيمنة على المحافظة ولا سيما ميليشيا الصدر التي تسيطر على المحافظة وتعتبرها حصة لها وبين عصائب الخزعلي التي تسيطر على منفذ الشيب الرابط بين ميسان وإيران وعادة ما توفر هذه الميليشيات الغطاء الأمني لاستيراد المواد المخدرة إلى المحافظة وما يؤكد ذلك الإقرار الرسمي لميسان وعلى لسان محافظها هذه المخدرات تأتي من خلال الحدود العراقية الإيرانية وهذا تحدثنا به وطالبنا ومن قبل يكد مدير شرطة محافظة البصرة السابق الفريق رشيد فليح أن 80% من المخدرات التي تدخل العراق تأتي من إيران أعلنها بكل صراحة أن المخدرات التي تأتي إلى البصرة بنسبة 80% من الجانب الإيراني مفوضية حقوق الإنسان تهمت الحكومة بالفشل في التصدي لظاهرة انتشار المخدرات في العراق كما أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن حبوب مخدر الكريستال تعد الأخطر والأكثر انتشارا في العراق حيث تحول العراق بعد عام 2003 إلى بؤرة لتجارة وتهريب المخدرات القادمة من إيران والتي تديرها الميليشيات